إقليم درفور السوداني تحتدم الاشتباكات في هذه المنطقة الساخنة منذ انطلاق الحرب والاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ولكن سرعان ما يتطور المشهد المتسارع في أحداثه رقعة القتال توسعت في العديد من المدن إلا أن الحرب الدائرة في هذه الولاية بدأت تأخذ طابعا جديدا حيث باتت توجس من أنها قد تحولت من اشتباك بين طرفين معلومين للعالم إلى ما هو أكثر تعقيدا فيما يعرف بالصراعات القبلية الهدن الأربع في السودان اخترقت وكذا الحال في ولاية غرب درفور وبالتحديد منطقة الجنينة التي ومع كل هدنة مخترقة يزداد فيها الاشتباك عنفا وحصيلة القتلى في تصاعد يقول مسؤول رفيع في حكومة ولاية غرب درفور إن المدينة تعيش فوضى عارمة بسبب القتال الذي شمل معظم أحياء الجنين كما أن مجموعات كبيرة من الميليشيات المسلحة توافدت على ظهر سيارات دفع ربعي ودواب من مناطق متفرقة من ولاية وسط وشمال درفور وينبه البعض إلى أنه إذا جرى تصفية قادة عسكريين ينتمون إلى قبائل ذات التأثير فإن تعبئة القبلية قادمة لا محالة ويبزغ تساؤل مشروع حول أهمية درفور الاستراتيجية لطرفي الصراع فللعسكريين تاريخ في المنطقة وروابط تجعل كل منهما يحاول بسط نفوذه بين قائد للجيش حارب في زمن سابق في الإقليم وقائد الدعم السريع الذي يعود أصله إلى فخذ المحميد من قبيلة الارزقات البدوية صاحبة الثقل الشعبي الكبير في درفور وكردفان وتشاد وغيرها من الدول أما الناحية الجغرافية فالإقليم تحده حدود مع كل من تشاد وجمهورية إفريقيا وجنوب السودان وليبيا إذن في إقليم يكتسب أهمية جيوسياسية الأعين تتجه هناك ومخاوف من صراع مقبل قد يكون أكثر دموية